حياكم الله مشاهدين شفنا من خلال هذا التقرير لإعدادة لنازمي لحنان عبداللطيف يعني عن فائدة وأهمية تفاعل الطفل مع الأجواء المحيطة في الأجواء الخارجية وخصوصا الرمل ومدى تأثيره على الطفل كذلك على شخصية الطفل أو على الحالة النفسية للطفل بنروح وياكم مشاهدين لفقرتنا التالية فقرة حلول منزلية طبعا يعتبر الأتاث الواجهة الجذابة التي تأكس جمالية المنزل والذوق رفيع كذلك لأصحابه ولكن بين القديم وبين الحديث تتراجع قيمة بعض القطع لتسلم تاج العصرية لأخرى للحديث أكثر مشاهدين حول الأثاث القديم والحديث كذلك معناه في الستوديو مصمم الأثاث أستاذ خالد الشعفار حياك الله صباح الخير يا حلا وسهلا يعني في البداية المسمى قلنا مصمم أثاث ومصمم ديكور رغم من دراستك التصميم بشكل عام التصميم الداخلي تصميم الأثاث حدثنا عن الفرق بين تصميم الأثاث والتصميم الداخلي أول شيء طبعا أحيلكم الله مشكونا على الصلاة يمكن مثل ما تكنت مع أخي جماعة قبل اللقاء أن تصميم ديكور خص المساحات الداخلية إذا لدينا مساحة مثل الستوديو أنت تنظرين إلى المساحات التي لديك التي هي مثلا الأسطح المختلفة عندك الأرضيات الأسقف الجدران الألوان ستستخدمينها مع كمية الإضاءة الموجودة فهي تلعب دور يمكن في تعامل الشخص مع المساحة التي سيعيش فيها أو التي يتعامل معها بالنسبة لتصميم الأثاث يمكن تدخل في التفاصيل أكثر يعني نحن نتعامل مع الشخص المستخدم للقطعة هذه من ناحية مثلا وضعها إذا كان مرتاح ولا لا طولة هالغرض اللي ستستخدمها كرسي طاولة شو بطاب فيمكن التفاصيل اللي نتدرج فيها في تصميم الأثاث أو المنتجات أكثر عمقا من تصميم المساحات تصميم الأثاث يمكن نعتمد عليه على شيء يعيش فترة أطول من تصميم المساحات لأن أنتي ممكن تتغيرين ديكور في خمس سنوات أو ثلاث سنة لكن في الأثاث لا نحن نحاول أن يمكن نصمم قطاع ممكن تستمر لفترة أطول نعم شكرا اليوم الأثاث سيد خالد يعني يختلف من منزل إلى مثلا شركة أو مؤسسة أو مثلا مساحات مطارات مثلا كيف يتم الاختيار من يعني أنتو كمصميمين أثاث يعني كيف يتم الاختيار وتصميم الأثاث الأماكن تكلمت عنها وتفضلت فيها هي أماكن تعتمد على كثرة الاستخدام وكثرة نحن نقول الزحمة مثلا المطارات أن مسافرين وعبور ترانزيت وكذا اللي داخل فيها فالاستخدام متواصل بشكل يومي بكل ساعة وما عندك تحكم على من يستخدم القطاع هذه ممكن يكون شخص كبير في السن صغير طفل أي شخص لما تصمم أثاث لشخص معين لبيته أو لمكتبه أنت عارف الشخص نفسه فبتتجه أنك تدرس احتياجات خاصة فاعتمد عندنا هنا قبل مثل ما قلنا على الاستخدامات أن القطاع التي تصميمها مثلا المطار أو عندنا عناصر سلام وممكن لازم نتطرق فيها المواد المستخدمة لازم تتحمل الضغط عندنا طبعا نحن فيه تكنولوجيا جديدة أنك تقول لك مثلا القطاع أو القماش التي تستخدمها ممكن يتحمل ثلاث سنوات ألف شخص ممكن أو مئة ألف شخص ممكن يرسع نفس الكرسي لا يبتدي الكرسي أو القماش هذا ممكن يدهور مثلا جماليته بس بالنسبة للاستخدامة اليوم نحن عارفين كيف استخدام الشخص هل الغرفة يستخدمها بشكل يومي بشكل أخير فنتطرق إلى المواد التي سنستخدمها السلامة وعناصر السلامة فيها وأيضا يمكن العملية في القطع نفسها إذا لازم يستخدمها بطريقة معينة ممكن الطفل يدع مرأة على الأريكة فلازم تكون ملاحظة هالمواد فشيء ضروري جزءا أن نفهم وين ستستخدم هذه القطع وين سيستخدمها صحيح طيب أستاذ خالد بعض القطع المنزلية ربما القديمة غابت لفترات ولكنها رجعت مؤخرا يعني كثير الحقيقة في كل شيء مو بس حتى في المنازل في كثير من الأمور حياتنا كثير من التصاميم والإشكال القديمة رجعت حدثنا عن أبرزها أبرز يعني التصاميم اللي كانت زمان موجودة واليوم رجعت بشكل حديث شوفي نحن يمكن مثل ما نقول أن تصاميم الأهلاف صار مثل تصاميم الأزياء في صيحات تدخل وتطلع وترجع مرة ثانية فما بنقول أنه في شيء كان يعني مثلا استخدامه قديم ووقف فترة طويلة ورجعت لكن بين فترات سنوات بتترح بين العشر وعشرين سنة في شيء صيحة جديدة تطلع وحدة منهم مثلا عندتش اللي نحن نسميها مثلا طاولة التسريحة أو التصفيف هذه كانت يمكن طبعا من أبرز استخدامهم أو المستخدمين لها طبعا السيدات لم يمكن لأغراض الزين المكياج فما كانت موجودة لفترة اللي هو الشكل الكلاسيكي لها الطاولة الصغيرة التي تحتوي على درجين أو ثلاثة مع مرأة معينة يمكن حتى حين قام الرجال يستخدمونها في أغراض ثانية مثلا إذا بيلبس الزر الخاص به أو الساعة يمكن محتاج إلى أشياء فهذه رجعت قمنا نشوف علامات تجارية ترجع مثلا بشكلها الكلاسيكي شكلها الكلاسيكي أقصد فيه أن الأجزاء الموجودة فيها المرأة والدرجين بعدنا نشوفها في محلات الأثاث هنا موجودة دائما الطقم الكامل السرير مع الدولاب أو الخزانة مع الفترة هذا الشكل الكلاسيكي مش موجود حتى فترة شفناه كانت بصورة مقسمة يعني المنظر بروحها طحت قطع صغيرة الدرج وغيرها في مكان مختلف وقمنا نتفنن فيها بس الشكل الكلاسيكي هذا غاب فقام يرجع مرة ثانية وقام الإقبال عليها كثيرا أن الكلي قلوا ما شفناها قبل أن نشوفها في الأفلام ما شوفها فهذا الشي رجعناه مرة ثانية وقمنا ننزل فيه عندنا شي ثاني مثلا المقاعدة الصغيرة اللي هي ممكن تستخدم الجلوس ممكن تستخدم لترايحين مثلا إذا بتمدين رجلت عليها وكذا اللي نسميها مثلا العثمانية بالأخص هذه ما كانت موجودة قامت تستوى قطعة كمالية وجمالية في نفس الوقت فقاموا المصممين أن حتى القطعة قاموا يصمون لها امتداد لها العثمانية فتكون من نفس القماش من نفس التصميم حتى الستيل الستيل أعتقد كان يتفترة وبعدين لحن أخشاب وكذا الستيل يمكن المعادم كانت في فترة أو هذه حركة يمكن في التصميم كنا نسميها مثلا في فترة الثلاثينات كان نسمونها البوهاوس وكانت في ألمانيا أكثر منها لكن كانت بعد ناتجة عن معماريين فكان تصميمهم استخدامهم بإلها كانت استخدام صناعي كان مش شبيه لاستخدامهم في المعمار نفسه فهذه الطرحة يتعقب فترة الأر ديكو اللي هي الجمالية والفخام وعقب يتعقب الفترة الصناعية اللي خلتنا حتى القطع قامت تشوفها تقول أن قطع مثلا لمصانع أو لأشياء فيها الصناعة بارزة ما قاموا يغطونها بمثلا مواد تانية مستخدمة نعم جميل طيب سيد خالد الليوم مثلا خلنا نصنف شوية عساس أنه ما يكون في لبس بين الديكور والأثاث التصنيف شو التصنيف اللي تحت الأثاث يعني القنافات غرف النوم نعم الأثاث أولا بالنسبة للتصميم الديكور أو الداخلي بعد عندنا التصنيف لأنه عندنا التصميم الداخلي اللي هو يشمل الأسطح مثل ما قلت لك والتقسيمات الداخلية عندنا نصميه الانتيريور ديكوريطر وهو التزيين الداخلي التزيين الداخلي هاي مثل لمسات جمالية يعني أنا صمم لي الديكور لكن بعض القطاع والديكورات والورد والكذا هاي احنا نسميه مثلا إضافات جمالية للموضوع فهذا يندرج تحت تصميم المساحات يومني إلّا تصميم الأثاث و تصميم الأثاث أصلا يعني يندرج تحت تصميم المنتجات اللي نصمي بالانجليزي بروداكت ديزان بس عندنا بعض فرق بين التصميم المنتجات والتصميم الصناعي التصميم الصناعي نقصد فيه المنتج اللي رح يتصنع بشكل كبير او اللي نسميه mass production فهذا اللي احنا اي قطعة رح نصنمها بشكل كبير تدخل فيه تصنيع مصنع خط انتاج هذا نسميه تصميم صناعي التصميم المنتجات يختص به تصميم او انتاج محدود الكمية ويندرج تحت معظم المنتجات يمكن انا شفتكم في البرنامج اللي قبل اتكلمت عن مثلا السمارت شوز او الحداء الذكي هذا يندرج تحت تصميم المنتجات لأن المنتج مش مختص فيه الاثاث الاثاث جزء منه لكن بعد تنتج تحت الكسوارات رقاب المطبخ اشياء ثانية تندرج ما نطلق عليها اسم قطعة اثاث لكن بالنسبة للاثاث عندنا بعد القطع المنفردة اللي نسميها طبعا ممكن طاولة مستقلة او كرسي وفيه الاطقم مثل ما نشوف هنا عني يمكن الطاولة هذه تعتبر طاولة الكبيرة والطاولات الجانبية عندنا ايضا في المقاعد طاقم عندنا الريكة اللي هي لشخصين وعندنا الشخص الواحد لكن فيه احنا نسمي بعض القطع المنفردة انك ممكن انت تركب قاعدة مثل هذه بس من قطع مختلفة غير متشابهة ايضا كرسيين مختلفين تماما بس لشخص لشخص هل فرق يمكن او بعض الفروقات طيب الالوان يعني كل عام نشوف انه دايما مصميمة ديكور بشكل عام ينصحون فيه الوان معينة يلي دارجة هذا العام قبل فترة كان مثلا البرتقالي قبل هالأزرق الجلد وغيرها شو الالوان اللي دارجة والمواد اللي دارجة بالنسبة للصيحات انا يمكن مش متوافق جدا يعني هالمنوال اللي هي السيزن اللي هي الموسمية لانها يمكن احنا نتطرقها في تصميم الازياء ويمكن تعتني بالطقس لان انت تتعاملين مع الطقس كالشخص يوم تطلعين برع تتخلين داخر او تسافرين في منطقة ثانية للأثاث ايثنك الصيحاتها تعتمد على المكان اللي راح يصمع او البلد الموجود فيه احنا نعرف ان في بلدان يمكن درجة الحرافية عالية فترة الصيف اطول من فترة الشتاء فينصحون تشمك بالالوان الصيفية اللي اصلا مأخوذة من الازياء البرتقالي والأحمر والأصفر وكذا اللي هي القوية جدا نعم ويمكن هذه بعد يعني في شوية علم نفسي في الموضوع ان مثلا طاقة الاشخاص الموجودين في هالبلدان يكونوا مثلا حركيين اكثر يطلعون برع رياضات بحرية فكمية الطاقة عندهم تكون عالية فالالوان لازم تساعدهم على المواصلة في هالموضوع غير البلدان الباردة وين ندرج إلى فما عنا انا ما شوف ان احنا عنا صيحات معينة موسمية لكن عنا صيحات اقتمد نعم للمنزل نفسه لمساحته وللشخص نفسه لانه واحد من الملخصات اللي اعطيت اياها الشخص او الزبون نسميه اني قلت مثلا انا شو افضل من الالوان فيه ناس تقول انا ما احب الالوان الرملية او الالوان الصحراوية او الالوان المائية ترهي بعد لانه اليوم حتى الاثاث اغتيال الاثاث يأثر في نفسية الشخص عموما يعني فعلا ان حوار شيخ وتعرفنا من خلاله على تصميم الاثاث اللي يفرق عن تصميم الديكور او التصميم الداخلي كل الشكر لك استاذ خالد الشعفار مصمم الاثاث شكرا جزيلا تصميم الاثاث